عقيدة عسكرية لروسيا أقرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فالنسخة الجديدة تنهي العمل بالعقيدة العسكرية التي أقرت في شباط فبراير 2010 وتبدو كإعلان عن بدء الحرب الباردة إذ تعتبر حلف شمال الأطلسي تهديدا أساسيا لأمن البلاد وفقا للعقيدة الجديدة فإن روسيا الاتحادية تحتفظ لنفسها بحق استخدام الردع النووي في الرد على استخدام السلاح النووي أو غير النووي ضدها وضد حلفائها وتعتبر الوثيقة حجد القدرات العسكرية للنيتو على مقربة مباشرة من الحدود الروسية من أهم الأخطار الخارجية بالنسبة لأمن روسيا القومي وأشير في الوثيقة على وجه الخصوص إلى مخاطر اقتراب البنى العسكرية التحتية لبلدان النيتو من الحدود الروسية عن طريق تنفيذ مخططات تهدف إلى ضم أعضاء جدد إلى حلف شمال الأطلسي غداة أيام من تخلي أوكرانيا عن وضعها كدولة غير منحازة ما يتيح لكيف طلب الانضمام مستقبلا إلى الحلف الأطلسي رمز المعسكر الغربي في الحرب الباردة كما ذكرت العقيدة العسكرية الروسية بين الأخطار العسكرية المحتملة على روسيا إقامة ونشر منظومة الدفاع الصاروخي في أوروبا والتي تقوض الاستقرار العالمي وكذلك نشر وزيادة القوات الأجنبية في الدول والمياه المجاورة بهدف الضغط السياسي والعسكري على روسيا تتمثل التهديدات الجديدة لروسيا في الوضع في أوكرانيا وحولها وكذلك الأحداث في شمال أفريقيا وسوريا والعراق وأفغانستان التي كانت أحد أسباب ظهور التعديلات الجديدة على العقيدة العسكرية ورغم أن العدو الأول كما جاء في العقيدة العسكرية الجديدة كان أوكرانيا والنيتو فإن تساؤلات تدور حول مصير الاتفاقات الأخيرة التي عقدتها موسكو مع تركيا التي تعد عضوا رئيسا في النيتو وما هي خطط روسيا بالنسبة إلى حلفائها الرئيسيين كإيران والدول التي وقعت معها معاهدات سياسية وعسكرية وردا على إعلان العقيدة الجديدة اتهمت متحدثة باسم النيتو موسكو بانتهاك القانون الدولي وزعزعت الأمن الأوروبي قائلة إن الحلف لا يشكل تهديدا لروسيا وأضافت أن أي خطوة يتخذها النيتو لضمان أمن الدول الأعضاء فيه هي إجراء دفاعي يتوافق ومقتضيات القانون الدولي ويبدو أن تطورات الأخيرة على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي ترفع درجة المخاطر وتندر بأن حربا باردة توشك أن تندلع من الحدود الروسية عن طريق تنفيذ مخططات تهدف إلى ضم أعضاء جدد إلى حلف شمال الأطلسي غداة أيام من تخلي أوكرانيا عن وضعها كدولة غير منحازة ما يتيح لكيف طلب الانضمام مستقبلا إلى الحلف الأطلسي رمز المعسكر الغربي في الحرب الباردة كما ذكرت العقيدة العسكرية الروسية بين الأخطار العسكرية المحتملة على روسيا إقامة ونشر منظومة الدفاع الصاروخي في أوروبا والتي تقوض الاستقرار العالمي وكذلك نشر وزيادة القوات الأجنبية في الدول والمياه المجاورة بهدف الضغط السياسي والعسكري على روسيا تتمثل التهديدات الجديدة لروسيا في الوضع في أوكرانيا وحولها وكذلك الأحداث في شمال أفريقيا وسوريا والعراق وأفغانستان التي كانت أحد أسباب ظهور التعديلات الجديدة على العقيدة العسكرية ورغم أن العدو الأول كما جاء في العقيدة العسكرية الجديدة كان أوكرانيا والنيتو فإن تساؤلات تدور حول مصير الاتفاقات الأخيرة التي عقدتها موسكو مع تركيا التي تعد عضوا رئيسا في النيتو وما هي خطط روسيا بالنسبة إلى حلفائها الرئيسيين كإيران والدول التي وقعت معها معاهدات سياسية وعسكرية وردا على إعلان العقيدة الجديدة اتهمت متحدثة باسم النيتو موسكو بانتهاك القانون الدولي وزعزعة الأمن الأوروبي قائلة إن الحلف لا يشكل تهديدا لروسيا وأضافت أن